إلى تونس حيث رجح البنك الدولي أن يصل عجز الميزانية إلى 9.1% خلال سنة 2022 وتأتي هذه التصريحات في ظل تعمق الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد منذ إقرار الرئيس التونسي الإجراءات الاستثنائية وينضم إلينا من تونس رضا الشكندالي السابق الاقتصاد في الجامعات التونسية من باريس أهلا بك سيد رضا الآن الحديث في تونس عن فقدان مادة السكر بشكل تام وكامل من مخازن الديوان التونسية ما خلفية هذا الموضوع؟ نعم هو في الحقيقة منذ أشهر تقريبا وعندما صنفت تونس تصنيفا سيئا على مستوى الترقيم السيادي أصبح المزايدون يطالبون بالدفع مسبقا قبل تزويد تونس بالمواد الأساسية وبعد أن تراجعت تونس في هذا التصنيف وتآكلت العملة الصعبة في البنك المركزي تونس لم تجد الموجودات الصعبة اللازمة لتأمين هذه الواردات إلا إذا كان ذلك على حساب قيمة الدينار التونسي فعندما تتقلص الموجودات من العملة الصعبة لدى خزينة البنك المركزي فهذا يؤثر على قيمة الدينار التونسي كما وقع وشاهدناه أمام الدولار أساسا وبالتالي هناك صعوبات كبيرة هناك فقدان ثقة للمزايدين تونس على قدرتها لاستخلاص ما استورده من مواد أساسية وكذلك مواد تجهيز ومواد أولية وتقال وهذا ما يشعل تزويد تونس بهذه المواد بدأ يتقلص من شهر إلى آخر هل هذا يعني في ظل التحذيرات من فقدان مواد غذائية في تونس وبالفعل فقد السكر من تونس هل ربما تفقد مواد غذائية أخرى نعم أعتقد أنه إذا تواصل هذا المرحى وإن تواصل هذه الضبابية السياسية وعدم الوضوح وعدم اليقين على مستوى الرؤية السياسية خاصة ونحن مقبلون على انتخابات تشريعية وقد تكون كذلك انتخابات رئاسية سابقة لأوانها فهذا يعطي انتباعا لدى المزاودين ولدى المستثمرين أن الأمور غير مستقرة وبالتالي يخافون من المستقبل ولا يقدمون على عملية الاستثمار بالنسبة للمستثمرين وكذلك على تزويد تونس لاعتقاد أن تونس غير قادرة على الإفاة بالتزاماتها وبالتالي أعتقد أن المسألة السياسية حاليا هي المتغولة هي العامل الأساسي في هذه الأزمة التي تعيشها تونس قد يؤدي هذا كذلك إلى مواد أخرى بطبيعة الحال شكرا لك سيدة رضا الشكندالي وصلت للبكرة أستاذ الاقتصاد في جامعة التونسية كنت معنا من باري